يا عبادي ما أجيب كلما قال رسولي قوله نور وغادي واتباع لسبيري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد طاه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم تلازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر به كنا خير أمة أخرجت للناس ومتى قصرت الأمة في شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم تنل تلك الخيرية قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فإذا ما ذهب ما لأجله كنا خير أمة أخرجت للناس أصابنا ما أصاب الأمم السابقة جراء تركها أو تهاونها بشأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما حصل مع بني إسرائيل قال جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ذكر الله عز وجل السبب هلاكهم أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه والحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم أكد في أحاديث أنهم كانوا ينهون عن المنكر لكن دون حرص وتأكيد منهم على ذلك فقد ينهى الواحد منهم أخاه عن منكر رآه عليه لكنه في اليوم التالي يراه مقيما على نفس الذنب فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وشريكه في العمل من أجل ذلك حلت عليهم لعنة الله عز وجل تلازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر يجب أن يفهمه الناس لاحظ أن الله عز وجل قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لم يقل أنهم كانوا لا يأمرون بالمعروف فالأمر بالمعروف بمعزل عن النهي عن المنكر ليس بذي جدوى وليس بذي تأثير والله عز وجل الذي خلق الخلق وهو أدرى بما يصلحهم في كل آياته في القرآن كان هناك تلازم بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف إذا وجد فهو خير لكن إن لم يوجد معه نهي عن المنكر فيوشك أهل المنكر وأهل الضلال وأهل الذنوب أن يعظم شأنهم وأن يزيد شرهم وأن يطغوا بما لديهم من إمكانات وإغراءات وأدوات على أهل الخير لذلك لا بد من أمر بمعروف ونهي عن منكر في وقت واحد وفي زمان واحد وفي أمة واحدة لا أحد ينسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم طلب قوم المرأة المخزومية من أسامة بن زيد أن يتشفع في المرأة التي سرقت وكيف غضب النبي صلى الله عليه وسلم من قول أسامته ومن وساطته وأخبره صلى الله عليه وسلم فقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه الغني صاحب الشوكة صاحب المنع وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ولا شك أن العدل هو شكل من أشكال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لذلك أي أمة تخلو عن الأمر بالمعروف أو تتهاون في شأن النهي عن المنكر فإنها أمة سيظهر فيها الفساد وسينتشر وسيستشري وسيصيب الناس جميعا وبال ذلك الإثن لذلك أم المؤمنين زينب رضي الله تعالى عنها تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فزعا يقول ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج هكذا ويشير صلى الله عليه وسلم بيده وهنا تتعجب أم المؤمنين زينب وما علاقتها بيأجوج ومأجوج ما دامت صالحة وقائمة على أمورها فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون فيقول عليه الصلاة والسلام نعم إذا كثر الخبس إننا في أمة لا يمكن أن يترك الطغاة والمجرمون والمفسدون فيها أن يترك لهم الحبل على الغارب فإننا كما قال عليه الصلاة والسلام في سفينة واحدة إما أن ننجو معا وإما أن نغرق معا ولنتنبه إلى أن الطغاة إنما يسمحون بالأمر بالمعروف لذر الرماد في العيون لكنهم لا يسمحون بالنهي عن المنكر لأنهم يعلمون أن النهي عن المنكر به زوالهم وهلاكهم والحمد لله رب العالمين يا عبادي ما أجيب كلما قال رسولي قوله نور وغادي واتباع لسبيلي ترجمة نانسي قنقر